بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا درسنا اليوم حول محاولة لتفسير أول آية في صورة الفاتحة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه وهي قوله تعالى الحمد لله وهذا هو الشأن في الخطاب بأمر مهم لم يسبق للمخاطب به خطاب من نوعه أن يستأنس له قبل إلقاء المقصود وأن يهيأه لتلقيه وأن يشوق إلى سماع ذلك وتراض نفسه على الاهتمام بالعمل به ليستعد للتلقي بالتخلي عن كل ما شأنه أن يكون عائقا عن الانتفاع بالهدى من عناد ومكابرة أو امتلاء العقل بالأوهام الضالة فإن النفس لا تكاد تنتفع بالعظات والنظر ولا تشرق فيها الحكمة وصحة النظر ما بقي يخالجها العناد والبهتان وتخامر رشدها نزغات الشيطان فلما أراد الله أن تكون هذه الصورة وهي صورة الفاتحة أولى صور الكتاب المجيد بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم آنفا نبه الله تعالى قراء كتابه وفاتحي مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها صورة الفاتحة من قوله إياك نعبد إلى آخر الصورة فإنها تضمنت أصولا عظيمة أولها التخلية عن التعطيل والشرك بما تضمنه إياك نعبد الثاني التخلي عن خواطر الاستغناء عنه بالتبرؤ من الحول والقوة تجاه عظمته بما تضمنه وإياك نستعين الثالث الرغبة في التحلي بالرشد والاهتداء بما تضمنه إهدنا الصراط المستقيم الرابع الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة بما تضمنه صراط الذين أنعمت عليهم الخامس التهمم بالسلامة من الضلال الصريح بما تضمنه غير المغضوب عليهم السادس التهمم بسلامة تفكيرهم من الإختلاط بشبهات الباطل المموه بصورة الحق وهو المسمى بالضلال لأن الضلال خطأ الطريق المقصود بما تضمنه ولا الضالين وإذا افتقد الواحد فينا أصول نجاح المرشد في إرشاده والمسترشد في تلقيه على كثرتها وتفاريعها وجدتها عاكفة حول هذه الأركان الستة فكن في استقصائها لبيبا وعسى أن يزيدك هذا التفسير من تفصيلها قريبا وإن الذي لقن أهل القرآن ما فيه جماع طرائق الرشد بوجه لا يحيط به غير علام الغيوب لا يهمل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل وهي أن يقدر النعمة حق قدرها بشكر المنعم بها فأراهم كيف يتوجون مناجاتهم بحمد واهب العقل ومانح التوفيق ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتحميد سنة الكتاب المجيد فصورة الفاتحة بما تقرر منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة وهذا الأسلوب له شأن عظيم في صناعة الأدب العربي وهو أعون للفهم وأدعى للوعي وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للمقدمة القاعدة الأولى إيجاز المقدمة لألا تملى نفوس السامعين بطول انتظار المقصود وهو ظاهر في الفاتحة وليكون سنة للخطباء فلا يطيل المقدمة كي لا ينسب إلى العي فإنه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل الصور الطوال مع أنها صورة قصيرة الثانية أن تشير إلى الغرض المقصود وهو ما يسمى براعة الاستهلال لأن ذلك يهيء السامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهب لتلقيه إن كانوا من أهل التلقي فحسب أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة ولأن ذلك يدل على تمكن الخطيب من الغرض وثقته بسداد رأيه فيه بحيث ينبه السامعين لوعيه وفيه سنة للخطباء ليحيطوا بأغراض كلامهم وقد تقدم بيان اجتمال الفاتحة على هذا عند الكلام على وجه تسميتها أم القرآن الثالثة أن تكون المقدمة من جوامع الكلم وقد بيّن ذلك علماء البيان عند ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها الرابع أن تفتتح بحمد الله الحمد لله إن القرآن أنزل هدى للناس وتبيانا للأحكام التي بها إصلاح الناس في عاجلهم وآجلهم ومعاشهم ومعادهم ولما لم يكن لنفوس الأمة اعتياد بذلك لزم أن يهيأ المخاطبون بها إلى تلقيها ويعرف تهيؤهم بإظهارهم استعداد النفوس بالتخلي عن كل ما من شأنه أن يعوق عن الانتفاع بهاته التعاليم النافعة وذلك بأن يجرد نفوسهم عن العناد والمكابرة وعن خلط معارفهم بالأغلاط الفاقرة فلا مناص لها قبل استقبال تلك الحكمة والنظر من الاتسام بميسم الفضيلة والتخلية عن السفاسف الرذيلة فالفاتحة تضمنت مناجاتا للخالق جامعة التنزه عن التعطيل والإلحاد والدهرية بما تضمنه قوله مالك يوم الدين وعن الإشراك بما تضمنه إياك نعبد وإياك نستعين وعن المكابرة والعناد بما تضمنه إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فإن طلب الهداية اعتراف بالاحتياج إلى العلم ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف بأن من العلم ما هو حق ومنه ما هو مشوب بشبهة وغلط ومن اعترف بهذين الأمرين فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما وعن الضلالات التي تعتر العلوم الصحيحة والشرائع الحق فتذهب بفائدتها وتنزل صاحبها إلى دركة أقل مما وقف عنده الجاهل البسيط وذلك بما تضمنه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما أجملناه قريبا ولأجل هذا سميت هذه الصورة أم القرآن كما تقدم ولما لقنا المؤمنون هاته المناجاة البديعة التي لا يهتدي إلى الإحاطة بها في كلامه غير علام الغيوب سبحانه قدم الحمد عليها ليضعه المناجون كذلك في مناجاتهم جريا على طريقة بلغاء العرب عند مخاطبة العظماء أن يفتتحوا خطابهم إياهم وطلبتهم بالثناء والذكر الجميل قال أمية بن أبي الصلط يمدح عبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء فكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة سنة الكتاب المجيد لكل بليغ مجيد فلم يزل المسلمون من يوم إذن يلقبون كل كلام نفيس لم يشتمل في طالعه على الحمد بالأبتر أخذا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع رواه البيهقي في سننه ورواه أبو داود في سننه باللفظ آخر وهو حديث حسن وقد لقبت خطبة زياد بن أبي سفيان التي خطبها بالبصرة بالبتراء لأنه لم يفتتحها بالحمد وكانت صورة الفاتحة لذلك منزلة من القرآن منزلة الديباجة للكتاب أو المقدمة للخطبة ولذلك شأن مهم في صناعة الإنشاء فإن تقديم المقدمة بين يدي المقصود أعون للأفهام وأدعى لوعيها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله